عمان جميلة وتراثنا عظيم وعريق وكل مشاريعنا تنسجم وتتناغم مع تراثنا نقوم حالياً بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع فندق القلعة فوق جبال بوشر على نمط حصوننا العظيمة تخيل جمال المنظر مراعاة بيئتنا أثناء التصميم أو البناء أمر مهم جداً كما هو واضح في تصميم مشروع فندق خصب رغم استخدامنا للتقنية الحديثة ولكن معظم مكونات المشروع نابعة من جذور تراثنا العمان العريق فتجد الأبواب القديمة المنكوشة الأسكف المزخرفة كسوة الجدران الخارجية بالحجر الطبيعي والممرات كذلك في أحضان طبيعة مسندم وبين الجبال الشامخة ومياه الخليج الصافية الأسر راحت استمتع بتحفتنا المعمارية المنطقة والمعجرات والمقاعدة أخذر ومعجرات الجبل أخذر ونحن نريد أن يكون في حالة الوحيدة التغيير ستشعر الاركتكتور في جبل أخضر ستشعر الولايات المتحدة ومع المنطقة المتحدة المتحدة ستشعر الوحيدات المتحدة المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر we all worked around the clock over 30 contractors were managed working concurrently to ensure the extremely tight schedule was achieved the 400berth marina the apartment block the hotel and the media center were all completed in half the time it would normally take قدر المستطاع نشتري ونستخدم المواد الطبيعية العمانية على سبيل المثال استخدمنا أحجار نزوى والرخام الطبيعي العماني في مشروع قرية الألعاب الشاطية بالمصنعة العمل مع كبار الاستشاريين والمقاولين واستخدام التقنيات الحديثة راح يقلل من تحديات المشروع اللي بناه بشكل أفضل حين من خلفين مجلسين الوطنين ويتم ميديا ومثالي المنشارون يدخل باللي make the site will consist of a hotel, a marina for aman sale to operate and a apartment building for everyone to enjoy girls with the intention to put on the map for sports and tourism and to put sports on the map for natomiast مركز عمان المتمرات والمعارض سوف يمكن السلطنة من استطلافة الأحداث والمناسبات العالمية المشروع يتكون من مركز المتمرات وهو عبارة عن قاعة رئيسية تستوعب 6,000 شخص مقهزة بأحدث التجيزات إضافة إلى ذلك مركز المعارض وهو عبارة عن خمس قاعات ذات مساحات مختلفة يقمالي مساحاته عبارة عن خمس وعشرين ألف متر مربع مثل هذا النوع من المشاريع يجب توفير الخدمات الملافقة ومنها أهم هذه الملافق توفير العدد المناسب من مواقف السيارات إضافة إلى ذلك فإن بالمشروع أربع فنادق من فئة الخمس نجوم والأربعة نجوم بطاقة استيعابية قدرها ألف قرفة كذلك يوجد بالمشروع حي التجاري الكبير بمساحة إجمالية سبعين ألف متر مربع من المكاتب بسلوب مدروس انطباع مؤثر فإن طريق المساحة إجمالية سبع كبير ترجمة نانسي قنقر